يعد الدفاع عن النفس من الحقوق الأساسية للجميع حيث يتيح لهم إمكانية الدفاع عن أموالهم وأنفسهم من أي خطر الأمر الذي دفع العديد من الأشخاص لبدء تعلم فنون الدفاع عن النفس رياضة الدفاع عن النفس هي نوع من أنواع الرياضة التي تهيئ الفرد للدفاع عن نفسه في مواجهة أي اعتداء جسدي عليه من خلال تدريبه على كيفية توجيه الضربات الصائبة وتفادي ضربات الخصم في الوقت ذاته وفي ظل انتشار صور العنف المختلفة في المجتمع بشكل عام بات تعلم هده الرياضة وإتقان ممارستها ضرورة ملحة بعد أن كان نوعا من أنواع الترفيه نقطة حق الدفاع عن النفس وهو حق الناس في استخدام القوة المعقولة أو القوة الدفاعية بغرض الدفاع عن حياة المرء أو حياة لآخرين بما في ذلك في ظروف معينة استخدام القوة المميتة إذا استخدم المدعى عليه قوة دفاعية بسبب تهديده من قبل شخص آخر بضرر مميت أو خطير أو بسبب ملاحظة منطقية لاقتراب مثل هذا الأذى يقال أن المدعى عليه يمتلك مبررة الدفاع الكامل عن النفس في حال استخدم المدعى عليه قوة دفاعية بسبب توقع غير معقول للاعتداء فقد يمتلك المدعى عليه مبرر الدفاع غير الكامل عن النفس وهو حق الناس في استخدام القوة المعقولة أو القوة الدفاعية بغرض الدفاع عن حياة المرء أهمية فنون الدفاع عن النفس ارتفاع مستوى اللياقة 1 حيث تعتبر الفوائد المستمدة من تلك الفنون القتالية مصدر هم لارتفاع مستوى اللياقة للجسم حيث يكتسب الجسم من خلال ممارسته الفنون القتالية القوة والصلابة لمواجهة أي شخص وفي أي مكان اكتساب الجسم المرونة 2 حيث ممارسة التمارين الرياضية الشاقة لرفع مستوى مقاومة الجسم وابتساب مرونة من خلال الحركات التي تؤديها وتتدرب عليها حماية الجسم من العديد من الأمراض 3 حيث تساهم رياضة فنون الدفاع عن النفس في حماية الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة مثل تصلب الشرايين كما أنها تقوم بتنشيط الدورة الدموية وحماية القلب والأعصاب تقوية مهارات التذكر والتركيز 4 حيث تهتم فنون الدفاع عن النفس بتحسين مستوى التركيز والتذكر لدى ممارسها وتمكنهم من الفهم للأشياء المحيطة بصورة أكثر تعمقا كما أنها تساعد على تنمية قدرتهم التحليلية وتحسين مهارات التعلم كما تساعد فنون القتال على تنشيط المخيعة للتفكير بشكل سريع وسليم الثقة بالنفس خمسة النساء حيث أن النساء يشعرون بالخوف والقلق عند حدوث أي تدخل أو اعتداء خارجي ولكن النساء التي يمارسنا تلك الفنون القتالية يولد لديهم ثقة في الدفاع عن أنفسهم وحماية أنفسهم من أي معتدي التخلص من الابتئاب والملل سبعة حيث تساعد رياضة الدفاع عن النفس من إي نون التخلص من الابتئاب والفراغ المستمر وذلك بالانشغال برياضة تكسبهم القوة والثقة في النفس والنشاط الداخلي ثمانية الشعور بالسعادة حيث تساعد تلك الفنون القتالية في الشعور بحالة مزاجية جيدة حيث أنها تساعد على إفراز هرمون السعادة ممن يجعلنا على ثقة تامة بأهمية تلك الفنون القتالية وأهمية ممارستها هاش دافع عن نفسك ترجمة نانسي قنقر